يا أمساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بحضراتكم حلقة جديدة أس ديسة تحياتي لكم في بداية حلقة النهاردة دار بنار ده العنوان الحقيقة الأمثل اللي ينطبق على بداية دور المجموعات في بطولة الشامبينزلي جمباري حشوفنا مطشاط الحقيقة يعني أنا تقريباً يمكن مركز كنت بشكل كبير جداً على مواجهة اليوفي مع PSG لكن ما قدرت شامنا عن نفسي أن أبص على تقلق الستي وبيصحق سبية بنتيجة 4-0 وبيكشر عن أن ينابه الحقيقة هالند يا جماعة حكاية تانية خالص وفي حتة تانية خالص وأعتقد أنه الورقة أو الكارت اللي كان ناقص في معادلة بيب جارديول عشان يحقق لقب الشامبينزليج حقيقة بداية في تقلق في البريمير ليج ومبارح بيأكدها بمشاركته مع الستي في فوز صاحق على إجميلية بنتيجة 4-0 الريال بيقول أنا موجود وهازرد بيرجع من تاني للصورة هازرد اللي كان بعيد جداً طبعاً يعني واحد من أهم من جومة بريمير ليج لكن خلينا ننتفق أنه ما ظهرش بالشكل المناسب فيه عشان ريال عارفين ده كويس أوي ما ظهرش بالشكل المناسب لكن بارح بيرجع مرة تانية والريال يبدو أنه في ظهره يعني خد بالك أنه أنت بتكلم على واحد من أكبر لعيبة أوروبا في السبع أو الثانية سنين اللي فاتوا كان يمكن واحد من أهم الأسماء اللي لم يكن أهمها وهو بيلعب في تسلسي في الدولة الإنجليزية لكن بداية غير موفقة إصابة بعد عن المستوى وما زال الريال حتى اللحظة متمسك بيه ويمكن يكون ده الموسم اللي يظهر فيه هازرد بشكل مختلف تحت قيادة أنشلوت النهاردة فيه مواجهات من العيار الناري أنا أرشح لكم طبعاً طبعاً المصريين هيتابعوا النهاردة مواجهة ليفر بول مع نابولي كلنا في ظهر محمد صلاح للموسم ده بالنسباله سقف التحديات وسقف الضغوط في أعلى مستوياته نتمنى إن شاء الله تطفيق لنجمنا محمد صلاح في تشامبيونز ليج وفي البريمير ليج هيواجه النهاردة فريق مش بالهين على الإطلاق نابولي الحقيقة بيقدم كرة محترمة جداً رغم أنه افتقد لعدد مش قليل من أهم أوراقه وعندنا صدام ناري ما بين بايا ميونيخ وما بين انتر ميلا واحدة برضو من الكلاشات الكبيرة اللي بنتبعها النهاردة بس بما أن نحن نركز أكتر على ماتش الليفر وماتش نابولي خلينا نقول لنسؤال حلقتنا مرتبط بالمباراة دي ويهمنا نعرف رأيكم في نتيجة النهاردة إيه هي توقعاتكم لمواجهة نابولي وليفر بول في دولي الأبطال النهاردة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتعالوا نستعرض مع بعض كده الماتشوات والمواجهات اللي هتتم في تاني أيام جولات دور المجموعات النهاردة عندنا مواجهتين مبكرتين بداية رينجوز السكوتلندي في مواجهة آكس الهولندي مواجهة إلى حد ما متكفأة لاثنين أبطال في بلادهم وفرق عندها تاريخ وبطولات وعراقة كبيرة جدا فتقدر تقول إنه 50-50 بعد كده سبورت انجليش بونا البرتغالي في مواجهة فرانكفورت الألماني والمواجهتين دول هيبقوا الساعة 7 إلى ربع بتوقيتنا نيجي لصهرة المساء هتختار إيه ولا إيه البداية مع ليفر بول ونابلي طبعا مواجهة من العارة تييل بورتو هيواجه أتلاتكو مدريد برضو مواجهة أعتقد ممكن يكون فيها كورة على مستوى عالي جدا بعد كده كلاب روج وليفر كوزن يمكن تكون خارج دائرة الاهتمام شوية بيلزن بيلجراد وبارشلونة عشاء التيكي تاكا عشاء البارسة طبعا في موعد مع ظهور باللوك الجديد تحت قيادة شابيو المدجج الحقيقة بعدد كبير جدا من نجوم انتلاق قوية جدا في الليجة هل هتترجم وتستمر في تشامبونز ليج هنعرف عنوان الجواب النهاردة بالليل ثم المواجهة بين اتنين من عمالقة أوروبا باي ميونيخ وإنتر وخد بالك المواجهة دي في ميلانو وبالتالي يعني يمكن تكون فرصة ان احنا نشوف مواجهة قوية جدا والإنتر الحقيقة عنده كورة برضو محترمة جدا ثم مواجهة برضو ممكن اقدر اقولها متكافة لانه مرسيليا الحقيقة السندي بيقدم شكل كويس جدا محترم مستوى راقي جدا وخدوا بالكم مرسيليا جماعة فريق تقيل فريق من عمالقة أوروبا فريق عنده التاريخ وعنده شخصية البطل في مواجهة تاتنهام الحقيقة اللي برضو بمتدي الموسم بمنتهى القوة هتختار ايه؟ اعتقد انه اغلب المصريين نهاردة هيروحوا لنابولي وليفر بول وفيه ناس هتقلب وهي بتتفرج تشوف اخبار البايرن مع الانتر ايه؟ نروح لعنوين الحلعة النهاردة واهم الاخبار والبداية مع ربطة الاندية اختيار خمس ممثلين للاندية في الربطة المحترفة وصلاح ينافس دي بروين على جيزة جديدة في انجلترا رسميا كيروش يعود لتدريب منتخب ايران في المونديال وعلى عهد دا سان تشيلسي يقترب من مدرب برايتن بعد اقالة الطاخل هي البطولة كلها البريمير ليج يجب ان تدرس يعني ازاي تحول بطولة مش رقم واحد ومش الاعلى على مستوى جذب النجوم ومش الاعلى على مستوى التسويق لأهم بطولة على سطح الكوكب انا بكلم على مستوى الدوريات الدوري الانجليزي حقيقة تجربة تستحق ومن بطولة مليانة عنف ومليانة خروجة على النص وخناقات وجرحة وقتلة الى هذا الكم من الانضباط والمشهد والمتعة الحقيقة يعني الدوري الانجليزي الحقيقة هو الكتاب اللي يجب ان يدرس لأي حد عايز ينظم بطولة على اعلى مستوى حقيقة قبل ما ادخل في اخبارنا النهاردة يهمني جدا اقف مع الكلام اللي قاله ريكاردو سوارش المدير الفني السابق للنادي الاهلي طبعا كلام كتير جدا بعد انهاء العلاقة بين الاهلي وبين سوارش طلع على الراجل وانه حيصعد وانه مش مبسوط وانه في مشاكل وهي الاخرار رجل مبارح حقيقة حط بوست على الانستجرام او حط تصريح على الانستجرام اتكلم فيه على النادي الاهلي وعلى الفترة اللي قضاها في النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده وقال نصا انه لقد كان فخرا كبيرا انني مثلت اكبر نادي في افريقيا نادي القرن احد اشهر الاندية في العالم وتكلم على ازاي انه حاول هو وفري العمل اللي موجود اللي كان شغال معاه انهم يقدموا اقصى ما عندهم قال يمكن ما نكونش وفقنا في ان احنا نحاق القاب ونسعد جماهير النادي الاهلي لكن احنا كنا سعداء بان احنا بزلنا كل الجهد ان احنا نقدي مهمتنا وشغلنا بأعلى مستويات الدقة والاحتراف والحقيقة انه ما كانش متوقع وهو جاي من اوروبا لأفريقيا انه يشتغل في وسط الكتيبة المحترفة اللي سندته ودعمته في كل لحظة كان موجود فيها في نادي الاهلي الموقف ده بينقلني الموقف بيتسو موسيماني في الفترة اللي قرر فيها مستر بيتسو موسيماني انه بيتعرض لكم من الضغوط مش قادر معاه يكمل مهمته رغم رغبة النادي الاهلي وحنا اتكلمنا في الموضوع ده مع حضرتكم في استمراره في الوقت ده وطلع برضو الحقيقة بعد ما تم الاتفاق بين الترفين بين قدارة الاهلي من ناحية وموسيماني من ناحية على نهاية المشوار والرحلة اتكلم موسيماني بمنتهى الاحترام وشكر كل المسؤولين في النادي الاهلي وشكر جميع النادي الاهلي واللعيبة وكان سعيد جدا بالانجازات اللي اتحققت في الفترة اللي كان موجود فيها كمدير فني واعتقد انتوا شايفين موسيماني من مدير فني في افريقيا محدش بيسمع عنه خلال مشواره وخلال رحلته وخلال انجازاته ونجاحاته اللي بالتأكيد ليه فضل فيها مع النادي الاهلي ووصلت سمعته لفين سواء داخل القارة أو حتى برا القارة اللي هنا اللي يلفت نظري اللي بأكد عليه دايما هي فكرة ازاي تنهي تعاقد او ازاي تنهي علاقة عمل وانت بتحافظ على الاحترام المتبادل دي لغة مش موجودة للأسف بشكل كبير ولكن اتمنى انها تسود مش عايزة قارن بين المواقف دي ومواقف تانية حصلت وشوفنا تأثيرها ممكن يكون ايه على الكرة المصرية يعني يعني انا اسف والله مش بغبط في حد بس يعني لما نشوف مثلا طريقة انهاء العلاقة بين اتحاد الكورة وكارلوس كيروش ونشوف تصريحات الراجل بعد كده في الميديا العالمية ونشوف بعد كده مفاوضات الاتحاد المصري مع عدد من المديرين الفنيين الأجانب وانه كارلوس كيروش بيتواصل معاهم ويحذرهم من فكرة تولي مسؤولية او العمل في مصر بأي شكل من الأشكال ممكن عن سمعة وبالتأكيد لها تأثيرات سلبية كان مهم جدا نبتدي بالكلام بتاع سورش عشان نقام في كل الأكاذيب اللي بتتقال او الافتراءات اللي بتتقال على لسان الراجل في الأيام الأخير نروح لأخبارنا النهاردة والبداية مع ربطة الأندية في الموسم الجديد بقى يمكن بعض التقارير الصحفية اتكلمت على انه تم اغلاق باب الترشيح لممثلي الأندية في ربطة الأندية المحترفة بعد ما تم اختيار خمس ممثلين هي الربطة بتضم سبع أعضاء الأندية بتختار بينهم خمسة والاتحاد الكرة بيبقى ليه عضوين بيمثلون ويمكن التقارير قالت انه أندية الاتحاد والإسماعيل يغزل محلة معهم سموحة فاركو سيراميكا أسوان بنك أهلي بيرامد فيوتشر ومعهم المقولين اختاروا أحمد دياب رئيس الربطة في الموسم الأخير كممثل لهم الأهل يختار عماد متعب الزملك اختار خالد رفعت المصري شريف صلاح وطلع الجيش وحرس حدود اختاروا اللواء إيهاب شعبان اتحاد الكرة اللي هيكونوا موجودين في ربطة الأندية واللي هتعقد يوم الخميس إن شاء الله بكرة إن شاء الله أول اجتماعاتها عشان تبتدي عملها كل التوفيق ليهم أعتقد أنه ليهم يعني لازم نقول في أول تجربة أعتقد أنه إجمالا التجربة كانت نكحة يمكن كان في حاجات خارجة عن إرادة أو عن سيطرة ربطة الأندية ممكن ما تكونش مسؤولة عنها بشكل مباشر لكن أنا متأكد أنه لابد أن يكون فيه تقييم شوف إيجابيات الموسم اللي فات اللي بشوف الحقيقة أنه كان فيه تطور بشكل كبير جدا في المسابقة عبها حاكتين وهم يمكن يكونوا شوية مش تحت السيطرة الكاملة ربطة الأندية يتداخل فيها اتحاد الكرة الحكام أو التحكيم وأملنا كبير في مارك تلاتنبرج وطبعا جزء الخاص بتنظيم المسابقة وجداول المطشاط وإلى آخر وامتداد المواسم وأعتقد أنه من بداية الموسم ده كان فيه وعود كبيرة جدا أنه المسابقة هتكون منضبطة وأن إحنا هنرجع مرة تانية نمشي في السياق العالمي لرياضة كرة القدم نروح لنجبنا محمد صلاح أنا قلت لكم الحقيقة أنه الموسم ده بداياته على الرغم من طبعا يمكن يعني فكرة التجديد لليفر بول إلى حد كبير شالت كل أنواع التوتر اللي كانت موجودة على العلاقة أو في العلاقة بين ليفر وبين صلاح لكن الموسم ده بداياته أعتقد أنه فيه نوع تاني من الضغوط وخصوصا مع وجود داروين نونيز ومع وجود إيرلينج هالن ومع رحيل ساديو ماني المعادلة شوية اختلفت بالنسبة لصلاح وأعتقد أنه ما عنديش شكل في قدراته وما عنديش شكل إن شاء الله بإذن الله لكن البدايات بالنسبة له صعبة خلينا نقول أنه محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة كأفضل لاعب في الدولة الإنجليزية في المسم الأخير 21-22 الجائزة دي بيقدمها اتحاد شمال غرب إنجلترا كورت القدم وصلاح كان فاس بالجائزة مسم 20-21 متفوقا على روبين دياس طبعا مدافع السيتي ومدافع بورتغال الدولي ولوك شو الزهير لأيسل للمان يونيت السنة دي بيتنافس صلاح مع واحد من النجوم للمستوى الأول كيفين دي بروينا بشوفه يمكن هو مش من أفضل هو بالفعل أعتقد أفضل لعب وسط في العالم بيتنافس مع كمان كريستانو رونالدو بيتنافس مع جوردن بيكفورد ده حاليس آفرتون ودوش براون هيلد وده لعب يلعب في بيرنلي والخمس أسماء دول بيتنافسوا على الجائزة الخاصة بالمسم الأخير طوخ الحقيقة يمكن كان مفاجأة مبارح يعني طبعا هزيمة غير متوقعة واحدة من المطشاط المفاجعة بشوف أنه مطشين مبارح الحقيقة ما كانوش متوقعين بشكل كبير نتجاتهم يعني شختار في مواجهة لعبزيج سكورت إيه القوي ما تيجي مش متوقعة لكن خسارة خسارة تشالسي مبارح هي أكبر مفاجأة اليوم ويمكن تم الإعلان عن أنه إدارة تشالسي خدت قرار برفاعل بإقالة توماس طوخل مش عايزين حد بقى يقول توماس طوخل على الرادار الأهلي وتوماس طوخل بيفوت الأهلي مشوفتش في لحظة من اللحظات كمية الجاري دي يعني هم بيجروا وإنتوا بتجروا أراهم هم بيجروا وإنتوا بتجروا أراهم على كل أحوال أنا عارف طبعا أن جميع الأهلي مشغولة جدا بقصة المدير الفني الجديد اللي هيتولى مسؤولية النادي الأهلي لكن خلاص هي أعتقد يعني مسألة ساعات ويتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد يمكن وبمناسبة الكلام عن كيروش من شوية يمكن عودة مرة تانية يمكن محمد جماعة المتحدث الإعلامي اتحاد الإيراني لكورت القدم أعلن النهاردة أنه كارلوس كيروش المدرب البرتغالي هيتولى قيادة منتخب إيران في مونديال قطر عشرين وعشرين واتكلم الحقيقة على أنه عودة كيروش مرة تانية وهو كان ليسا بأطبعا متأهل قبل كده مع منتخب إيران في كاس العالم وشارك معهم قبل كبه في كاس العالم في الفترة من 2011 إلى 2019 تولى مسؤولية منتخب إيران ووصل معهم لمونديال برازيل 2014 وحاليا طبعا المنتخب الإيراني هيشارك في بطولة عشرين وعشرين موجود في المجموعة التانية معهم منتخبات من العارة تقيل إنجلترا طبعا في مقدمتهم ويلز ما تداشل المتخب كبير لكنه منتخب مش بالهين ولاية المتحدة الأمريكية برضو معهم في المجموعة وده اللقاء هيستنى العالم كله طبعا المعارك السياسية طيب خلينا نروح لفاصل وعندنا كلام كتير على متشاطة مبارح وعندنا كلام كتير على إقالة توماس طوخل والمدير الفني الجديد المتوقع للمعظم التقارير بتتكلم على إنه هو جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون هنتكلم عن ده هنتكلم على متشاطة النهاردة بالتفصيل الحقيقة في فقرة العالمي بس خلونا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم طيب هنروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة مع لعبين المحترفين في الخارج نشوف الأسبوع ده بالنسبة لهم كان أخباره إيه تقييم عام كده قبل ما ندخل في الأرقام والتفاصيل يبدو أن الموسم لسه مبتداش قوي يعني باستثناء يمكن تريزي جي المنور ومصطفى محمد أعتقد أنه حتى صلاح يمكن لسه الموسم بالنسبة له ما دخلش في أرقام بقى ومنافسات وأحراز أهداف وقوي لآخره بس تعالوا نروح لجولة سريعة نشوف أخبار محترفين في الخارج ونبتدي معاكم الجي بي أس الجي بي أس هنبتدي من ليفر بول من إنجلترا والبداية مع مو محمد صلاح ضغوط كبيرة جدا بتعرض لها محمد صلاح ده أنا وإنونيس يمكن لسه منسجمش رحيل ساديو مانيو خدوا بالكم آه كان فيه منافسة بين ساديو مانيو صلاح لكن كان فيه برضو هارموني وكان فيه انسجام وكان فيه تفاهم كبير بين صلاح ومانيو الغاية لما ده يحصل مع لويس دياز أو جوتا أو نونيز أكيد هتاخد وقت وأكيد هتأثر على محمد صلاح محمد صلاح لعب المطشو ده الأسبوع ده ليفر كول في مواجهة أفرتن داربي الميرسي سايد مباراة انتهت بالتعادل السلبي طبعا وصلاح يمكن داع فرصة في الرمق الأخير يعني زي ما بيقولوا من عمر المباركة كفيلة بتحقيق الفوز وثلاث نقاط شارك لمدة 90 دقيقة كان ليه ثلاث محاولات على المرمى 17 تمريرة بنسبة دقة 65% الكي باسز ثلاث تمريرات مفتاحية الكرات الطولية 2 بنسبة دقة 100% التحامات الأرضية 9 نجح في 3 خسارة الكرة 15 مرة والمروغات 2 نجح في واحدة منهم بنسبة نجاح 50% وحاليا ليفر بول بيترنح في المركز السابع برصيد 9 نقاط والسنة دي عندنا منافسة شرس أنا بقول لكم اليونيت الداخل الأرسنال داخل الستي أكيد طبعا داخل ومعهم طبعا ليفر بول وتوتنا هم مش بعيد تشيلسي بعيد شوية نسيب ليفر بول وغالبا إيه هنسيب انجلتر اللي هنروح لسان مورسي سان مورسي في الليج وان مع إبسويتش تاون والحقيقة يمكن متقلق يعني خليني أقول لكم بداية طبعا هو شارك في سبع مباريات الموسم ده خد أفضل لاعب في أول أسبوع وأحرز هدفين متوسط التصويف في المباراة الوحدة أربع تصويبات متوسط التمريرات ستة واربعين تمريرة أو سبع واربعين تمريرة بنسبة دقة تلاتة وتمانين في المية متوسط المراوغات أقل من واحد بنسبة نجاح خمسة وسبعين في المية متوسط الانتحامات الأرضية أربعة فاصل ستة بنسبة نجاح اتنين وستين في المية خسل الكرة في المباراة الوحدة بمعدل 12 مرة وقيمة تسويقية واحد فاصل أربعة مليون يورو وإبس وتشتاون في حاليا في صدارة ترتيب الجدول براسيد 17 نقطة من سبع مباريات ويمكن فاكر أنه يمكن كان تواصل معنا في السادسة وعملنا معاه يعني كلمنا معاه في موضوعات كتيرة جدا وكان من ضمنها أنه نفسه وبيأمل أنه يرجع يشارك مع المنتخب المصري نروح لألمانيا ونسيب إنجلترا ونروح لألمانيا وتحديدا عمر مرموش فولفسبورج الألماني عمر مرموش الحقيقة لعب أو شارك في مباراة فولفسبورج مع كولن أو مع كولن يعني هي كولن بالألماني مشاركته كانت لمدة 45 دقيقة محاولاته على المرمو كانت محاولة وحيدة مراوغات أربعة لم ينجح في ولا محاولة لمس الكرة 38 مرة تمريراته 22 نسبة دقة 77% التحامات الهوائية 5.4 التحامات الأرضية 8.1 خسل الكرة 15 مرة وفولفسبورج يترنح في آخر أو في جدول آخر جدول الترتيب في المركز السبعتاشر مركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة موسم صعب لمرموش وموسم شكله أصعب لبولفسبورج فرنسا نونت وصفة محمد وبداية ولا أروع حقيقة يمكن يعني بداية لا ترتبط بأي شكل للأشكال بالمردود ولا المستوى اللي أقدمه فيه جلاتة سراي في تركيا مع الاعتبار أن الدوري الفرنسي من وجهة نظري أقوى بكتير من الدوري التركي لعب الحقيقة في مواجهة باريس سان جورمان باريس سان جورمان سالدي يا جماعة غير أنا شفت المواجهة مبارح السوليسي نمار مبابي ميسي حاجة فيراتي فيراتي قصة تانية وخلينا نرجع لمصطفى محمد مرة تانية شارك في مواجهة باريس سان جورمان المواجهة دي انتهت بخسارة نونت بنتيجة 3-0 شارك في المواجهة ده 10 دقائق نجح في 50% منها والتحامات هواقية 2 ما نجحش في ولا واحدة وخس الكرة 6 مرات وبشكل عام مع نونت في بداية الموسم ليه هدفين وليه صناعة هدف ونونت حاليا في المركز 13 براسيط 6 نقاط لو استمر مصطفى محمد على نفس المستوى وحافظ على تركيز وحافظ على مستوى وقدر يتطور مع نونت أعتقد يقدر يروح لنادي أكبر بكتير مش بس في الدوري الفرنسي في أي دوري تاني في أوروبا تريزي جي الأفضل من وجهة نظري في محترفين المصريين في الخارج حيبدايته مع تربازون سبور بداية جيدة جدا لعب المباراة المباراة الأخيرة مع عمراني سبور وسجل فيها شارك لمدة 90 دقيقة وسجل هدف من أعتقد 3 أهداف انتهت بهم المباراة لصالح تربازون سبور لمس الكرة 53 مرة ليه 35 باس أو 35 تمريرة بنسبة نجاح ودقة 89% الكي باس عنده 2 العرضيات 6 50% هي نسبة الدقة بنسبة الكرات العرضية وبنسبة للكرات الطولية 4 برضو 50% من الشن على 50 هو نسبة نجاح في الكرات الطولية لأربع تصويبات على المرمى في المباراة الأخيرة خسر الكرة 10 مرات وفرقته حاليا بتحتل المركز التامن برصيد 10 نقاط ولم تأتي بعد لكن خلينا نفتك أن الفريق ده هو بطل الدوري التركي في النسخة الأخيرة نروح للسعودية وتحديدا مدينة جدة واتحاد جدة اللي بيضم 2 من نجوم مصر طارق حامد المنتقل حديثا طارق يمكن شارك في مباراة تحاد جدة الأخيرة في مواجهة الاتفاق لمدة 90 دقيقة لمس الكرة 72 مرة 65 تمريرة هي عدد تمريرات بنسبة دقة 89% الكرات الطولية 6 أو 8 نجح في 6 منهم والالتحامات الأرضية 4 نجح في 3 منهم الالتحامات الهوائية 2 نجح فيهم بنسبة 100% ودي حاجة جديدة على طارق حامد خسارة الكرة 10 مرات هنفضل في سعودية وفي اتحاد جدة لأنه عندنا نجم مصري الحياة متقلق لأكتر من موسم واحد من أهم من جوم بتهيالي اتحاد جدة في السنوات الأخيرة أحمد حجازي المدافع الدولي المصري شارك برضو لمدة 90 دقيقة في آخر مباراة قدر ينقذ أو لي يعني محاولات إنقاذ نجحة 3 مرات التحامات الأرضية 4 نجح في 50% التحامات الهوائية 5 أو 6 نجح في 5 منهم خسارة الكرة قسر الكرة 6 مرات التمريرات 54 تمريرة بنسبة دقة 89% وأحمد حجازي الحقيقة من المدافعين المصريين التي تقدر تبني عليهم بشكل كبير جداً وتعتمد عليهم بشكل كبير جداً في بونة الهجمات لأنه أنا بشوفه واحد من المدافعين اللعيب كور عنده كور الكرات الطولية 10 كرات طولية نجح في 7 منهم والمروغات واحدة نجح بنسبة 100% وتحاد جدة حالياً في المركز السادس برصيد 4 نقاط خليني وأنا بتكلم الحقيقة وكنت بتكلم على مواجهة نونت وبي أجي وده يمكن أنا أحسه بشكل كبير جداً أخذوا بالكم أنه فيه تقارير كتير جداً اتكلمت عن توتر العلاقة في قطة اللبس في باريس سان جرمان وفي وقت من الأوقات بيبقى الموضوع مجرد تسريبات للصحافة طبعاً فيه قيادة فنية السنة دي بقيادة كريستوف جالتي مش مدرب من الصفوة مش مش الرانكينج بتاعه والتصنيف بتاعه تداشي حطه في خانة أنشلوتي في خانة زيدان في خانة جوارديولا في خانة كونتي أو طوخل أو يورجين كلاب لكنه مدرب عنده الشخصية وده مهم جداً في قطة اللبس زي قطة اللبس باريس سان جرمان لما يبقى عندك هذا الكم بالنجوم يعني أنا برح يمكن ملاحظة وأنا بشوف ميسي في الملعب كده أنا شفت جزء كبير جداً من المبرأة يعني لأوقات اللي ما كنتش بقال فيها على سيتي أو على الريال كنت انتبع بشكل كبير جداً اليوفي و فاريس سان جرمان أحساسي فيما يتعلق بميسي تحديداً أنه أنا مش أنا يعني أنا مش هنا أنا مكاني مش هنا لعب عاش طبعاً هو نجم كبير نجم تاريخي مش بس في المرحلة وفي الجيل ده لكن هو عاش الملك المتوج في النو كامب يعني وهو بيلعب أو في كامب نو وهو بيلعب في البرسة هو عارف أنه هو في الملعب الجميع الجميع كل من في الملعب يعلم تماماً أنه ميسي هو الملك المتوج سواء كنت بكلم على جمهور كنت بكلم على إعلام كنت بكلم على أجهزة فنية كنت بكلم على لعبة فرقته أو حتى لعبة الفريق المنافس لكن الوضع غير في بي أه جي الوضع مختلف في بي أه جي بي أه جي لجماهير باريس سان جورما وجنبك نمار والحقيقة نمار الساندي غير يعني شفتم بارح من مستوى نمار واللي شفتم شوية في بعض المباريات في الدورة الفرنسي في بداية الموسم نمار الساندي يا جماعة في حتة تانية خالص فالمنافسة بالنجوم من العرد تقيل ده في قضة لبس مطلوب منك كمدير فني أنك تسالت عليها مش قصة سهلة على الإطلاق لكن في النهاية حسيت أنه ميسي هو ميسي في الملعب كأنه بيقول أنا مكاني الساندي مع تشابي في كامب نوم أنا موجود مع ليفندوفسكي ومع رافينيا ومع كوندي ومع الكتيبة الجديدة اللي بتمثل برشلونة هناك ممكن أرجع لمكاني ومكانتي الطبعية لأنه ميسي اللي شفناه مش ميسي اللي كنا نعرفه قبل كده على كل أحوال هنتكلم أكتر على مطشاط مبارح والموجهات المنتظرة النهاردة خليكم معنا وتابعونا في السادسة بس هتسمحوا لنا الروح لفاصل سريع ونرجعنا قبل حضراتكم يلا أرقام دي بالنسبة لنا صادمة يعني احنا بنتكلم بس على عشرين 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 واحد وعشرين داخلين في اتنين وسبعة من عشرة مليار دولار من بطولة واحدة بس لازم بسمع تعليق طبعا من ديوفي اللي بيشرفوني فيه السادسة النهاردة من قدر الرياضيين المتميزين والمتقلقين أستاذ محسن لاملوم سأخرية أستاذ محسن وأهلا وسهلا بيك وبشرفنا الأول مرة أستاذ خالد عامر أهلا بيك أستاذ خالد منور الدنيا وسعداء بوجودك أولا سعيد أن أنا بعد غياب طويل جدا برجع لقناة نادي الأعي شرفنا 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 شكرا جزيلا طبعا بصحبة الصديق العزيز الأستاذ محسن لاملوم هنستمتع بيكم ونستمتع الحقيقة بوجبة كروية يعني رائعة بدأت مبارح والنهاردة طبعا هنتابع الجزء التاني بس اسمحوا الله كمان ينضمننا كمان ماجنس هيدمن واحد من الحراس المرمى للعبه الحقيقة لسيلتك الإسكتلندي لعبه لتشيلسي الإنجليزي وكان طبعا حرس مرمى دولي في منتخب السويد هينضمننا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس نكلم معاه حقيقة يمكن يوم كان سايق جدا بنسباله وسواء سيلتك الحقيقة الخسر من ريال مدريد أو تشيلسي في مفاجأة من الإعارة التقيل حقيقة خسر برضو وتوابع هذه الخسارة وإقالة توماس طوخل والبحث عن مدير فني جديد كل ده طبعا هنتراحه عليه ونسمع رأيه فيه ونتكلم معاه كمان على مطش النهاردة بس بداية طبعا نشكره على مشاركته معنا في السادسة وظهوره معنا على شاشة الأهلي شكرا شكرا جزيلا لكم من اللطيفة أنا أتواجد معكم شكرا يعني يمكن البداية من مبارح الحقيقة يوم بالنسبة لك أعتقد يعني ما كانش أحسن حاجة ممكنة خسارة سيلتك من ريال مدريد وإن كانت إلى حد كبير ممكن تبع متوقع لأنه ريال مدريد يبقى ريال مدريد وهو أيضا حامل لقب البطولة لكن يمكن كانت المفاجأة في خسارة تشيلسي وتبعات ده بإقالة أو قرار الإدارة بإقالة توماس طوخل إزاي شفت المطشين وإزاي شفت وتبعات النتائجه حسنا عندما شاهدت مباراة سيلتك وريال مدريد في الشوط الأول أعتقدت أن سيلتك لعب جيدا وأحرج ريال مدريد في بداية المباراة ولكن في النصف الثاني ريال مدريد أظهر مستوى حقيقيا للبطل أوروبا سيلتك ورغم ذلك هو معظم المشجعين الأسكولتلندين يساندوه ولكن النتيجة كانت مفاجئة لهم بالنسبة لتشيلسي كان الأمر كان الأمر هو استكمالا للصدمات التي يتلقاها من أول الموسم الأمر مفاجئ بالأمس ولكن كان محتمل الحدوث النتيجة كانت مفاجئة أن تفقد بعدها المدير الفني هذه كانت صدمة كبيرة لتشيلسي من وجهة نظرك هل تتطفق أو تختلف مع فكرة أن يتحمل توماس طوخ المدير الفني وحده المسؤولية واللي ترى أنه في أسباب مختلفة أو أسباب أخرى مرتبطة بتراجع المستوى وتراجع النتائج مش بس عشان خسارة من ديناموز أغرب لكن كمان حتى ده شفنا وطبعنا في انطلاقة بطولة البريمير ليج أعتقد أن اللاعبين أيضا مسؤولين عما حدث وليس فقط المدير الفني حينما يبدل النادي المدير الفني وعندما ترى أن اللاعبين ليسوا ملتزمين مئة بالمئة ولا يعطون كل ما لديهم في طاعة المدير الفني وإدارة النادي أعتقد أن لا أرى ذلك أن لا أرى المسؤولية تقع على المدرب فقط يوجد أسباب أخرى خفية لا نعرف عنها ولكن أعتقد أن هذا كان قرارا صعبا لتقيل المدرب ولكن أيضا منشستر تشيلسي أراد أن يحقق طموحا خاصا كمنشستر سيتي هذا الموسم ولكن هذا التغيير حدث بالفعل ولذلك سيكون عليك إحضار مدير فني وتأقلم يجب أن يكون سريعا السؤال نهاردة على تفضل أستاذ خالد في البداية برحب بنجم كبير طبعا مجنس هيدمن برحب به في قناة الناجي الأهلي في ضيفتك سؤال بخصوص منتخب السويد تحديدا زلطان إبراهيموفيتش بمش بنفس المعدلات السابقة في التهديف حتى مع إس ميلان إصاباته بتكتر والوجه الأبرز دلوقتي هو أليكسندر إيزاك هل إيزاك قادر على أنه يتحول إلى الوجه الأول أو السوبرستار لمنتخب السويد كما كان متوقع له منذ طلوعه أو منذ ظهوره كان توقع لي أنه سيكون خليفة إبراهيموفيتش هل هو قادر على أنه يكون فعلا خليفة إبراهيموفيتش شكرا جزيلا في البداية على ترحبي لأعتقد أن إبراهيموفيتش هو فريد من نوعه أعتقد أنه لا يوجد أحد يشبه إبراهيموفيتش في السويد أنا أحب إبراهيموفيتش منذ زمن وأعتقد أن الوضع بالنسبة لأيزاك مميز ولكن فاهمي آيزاك لا زال صغيرا لا يمكن تشبيهه بزلاتا الأمر صعب لا أتوقع ذلك أعتقد أن أتوقع أتوقع مستويات عالية لأيزاك ولكن الأمر صعب أن تقارن بينه وبين إبراهيموفيتش لا أعتقد ذلك لا بمناسبة الكلام عن آيزاك يعني كان في بعض تقارير تكلمت على اهتمام عدد كبير من الأندية بانتدابه أو بشراءه وانتقال صفوفهم وأندية كبيرة على مستوى الأوروبي مش بس في البريمير ليج لكن انتقل في النهاية أو صفقة انتقاله في النهاية راحت لنيو كاسل يونيتد هل شايف أن دي بداية أفضل بالنسبة له من أنه يبدأ مع نادي كبير وإزاي شايف دوره كمان مع المنتخب السويدي في الفترة اللي جاي أعتقد أنها بداية جيدة لأيزاك في أوروبا الأمر ليس مرجحا الآن أن تبدأ مع نادي كبير جدا في أوروبا لا لديك الوقت لتتأقلم إذا تعرف إذا ذهبتم بشرة لريال مدريد في خضم هذه المسابقة القوية سيكون الأمر صعبا ولكن أعتقد أن هذا أمرا جيدا أن تنافس مع نادي كنيو كاسل هو يجب عليها أن يتأقلم مع المناخ هناك ويلقى الدعم بالفعل لينجح أعتقد أن نادي كاسل يمكن أن يكون بداية جيدة لأيزاك وبالنسبة لمستقبلي مع المنتخب السويدي أيزاك يؤدي مباريات جميلة مستويات كريرة أحرز أهداف جميلة هو لديه بصمات رائعة على ملعب المباراة وأعتقد سيكون نجما كبيرا في تاريخ السويد لسنوات كثيرة هذا ما أعتقد وأعتقد أن بالنسبة للسويد أعتقد أن سويد بلدة صغيرة على مستوى كرة القدم فبالتالي نحن لا نتأهل لكأس العالم كل مرة لا ننافس على بطولة أمم أوروبا كل مرة لذلك نريد أن نرى لاعبا كآيزاك لاعب سويدي يتواجد في البطولات الكبيرة ولكن أعتقد أن آيزاك سيكون له مستقبل كبير في كرة القدم سيكون لدينا سيكون لدينا سيكون لدينا أتحب تسأله سيكون لدينا سيكون لدينا سيكون لدينا سيكون لدينا بداية الموسم لكن الأداء حتى لما يفوز ما يبقى عن قناعة يخسر هزائم كبيرة الفريق مستوى متزفزب بدءا من حرص المرمى لحد خط الهجوم هذا سؤال جيد أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالنتائج فقط والمستوىات ولكن العقلية الخاصة باللاعبين كبيرة ومهمة في كرة القدم حينما تحقق بطولة كبيرة كدور أبطال أوروبا يحتاج هذا الأمر أن يجعل من اللاعبين مرتاحين في الموسم القادم مما يؤدي إلى ثقة كبيرة في كل المواقف التي اتعرض لها اللاعبون ولكن إذا تكلمنا عن درجة أبطال كمثال اللاعبون ليسوا مؤهلون على أعلى درجة للإستمرارية في مثل هذه البطولات اللاعبون استيقظوا على مستويات كبيرة للفرق الأخرى ربما الفريق يحتاج إلى حارس مرمى آخر مع مندي أعتقد أن هذا العام كان استثنائيا يجب على الفريق أن ينهض اللاعبون يجب عليهم أن يكونوا أكثر احترافية أود أن أقول أن هذا جزءا هاما جزءا كبيرا جدا جدا يقع على عطق اللاعبين للاستمرار في بطولة كدور الأبطال فهذا الأمر ذهني في المقام الأول يجب أن يكون لديهم نفس النهم ونفس الرغبة لحظ البطولات اللاعبون استيقظوا على كونهم أبطال ولكن الأمر مهم جدا أن يستمروا على هذا النصف سؤالي الأخير مرتبط برضو بتشيلسي الكلام على ترشيح جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتن هل أنت مع أو ضد هل شايف الرجل المناسب للمرحلة دي ولا لأ ومن وجهة نظرك هل الموسم ده أو على الأقل في مسابة شامبيونز ديج هل شايف البدايات دي صعبت من فرص سلتك وتشيلسي في الاستمرار في البطولة والوصول للمراحل الإقصائية ولا لا أنا أردي على سؤال خاص بالشامبيونز ديج أعتقد أن الأمر لازال في البداية في مرحلة المجموعات لديك أكثر من شهر للتأهل لربع النهائي الأمر يمكن لأي شيء أن يحدث في بطولة دور الأبطال أوروبا لكن أعتقد بالفعل هم يستطيعون الفوز الأمر لازال طويلا وبالنسبة بالنسبة للمدربين لا أعرف نتكلم عن بوتر نتكلم نتكلم عن مدير فني كبير ونتكلم فدعنا نرى أعتقد أن أي كان مرشح لقيادة تشيلسي يجب أن يكون مدربا مخضرما مدربا لديه الكثير من الخبرات سيكون هذا أفضل سيكون هذا أفضل للمدير الفني الجديد بتشيلسي ماجنس هيدمن طبعا حرس سلتك وتشيلسي ومتخب السويدة السابق ساعدنا بوجودك جدا وشركتك معنا في السادسة كل الشكر وكل التوفيق طبعا للكل السودية أنا واحد من عشاء السلطان إبرا الحقيقة بشوفه رأس حربة قلامة صعب جدا بنتكرر على مدار التاريخ مرة تانية ومرة تانية طبعا أرحب بضيوفي خصف الموضوع ماتشات مبارح البداية مين كشر عن أنيابه أستاذ محسن لا ماتشات مبارح ما كانش فيها مفاجأة باستثناء طبعا تشيلسي لكن الماتشات وقاية جدا ريال كسب بره بسرعة سلطان ما عملتش مفاجأة مبارح يعني مش قدر أقول المفاجأة قوي ميلا لما يتعادل المجموعة هي اللي كان فيها الشوات المفاجأة تشيلسي يتغلب ومغلوب من شوية بتتعقرب يعني سلسبورج ودينا موزغرب وميلا وشيلسي كلنا بنقول تشيلسي وميلا طبعا ونتماننا ده يحسن قلنا كده الاسبول اللي فات نقولنا كده الاسبول اللي فات متوقع نجي ننكلم الاسبول خالص ما هي دي حالة كورة القدم يعني لكن طبعا الجماعة الكبار دول اللي هما يعني سواء بقى منشستر سيتي فوزوا على الشبالية ده طبعا متوقع طبعا وعندهم اللي هوا من بقية أو من بقية قومعات ده هالند ده حاجة سبحان الله يعني وريال مدريد طبعا ده حد صلاح راك حتى وإن كان في الشرط الأولاني أنتها صفح صفح كان الشرط الثاني خلاص أنهى كل شيء لكن طبعا طبق المباراة للجميع طبعا حزب المشاهد للقل طبعا حاجة من عالم آخر ومش عارف عايز أقول استنادي ممكن هل يا رب يقدر حد من الجماعة لأصحاب المال سواء السيتي أو باريس سان جرمان يقدر يفوز بالبطولة دي مش عارف يعني رغم طبعا فوزهم بس بقصة في السيتي مش مال بس قصة في السيتي بيب جورديولا أورة وفن وهندسة زي ما بيقول أستاذ خالد مين كشر عنها يا بقى ومين شفت مبارح بيقول أنا جاي عشان أنفس على البطولة وحقق اللقب باريس سان جرمان بيقدم مستويات مش مفاجأة بس في نفس الوقت بيستغل التعثر بتاع يوفي سوف في الدور الإيطالي أو بالانتدابات الجديدة يوفي كان قريب جدا في الآخر كان قريب بس مسميليانو أليجري أنا عندي مشكلة جمدة قوي معا مشكلة كبيرة يعني مسميليانو أليجري الفترة اللي فاتت كلها متفرغ للتصريحات هو يعني بس حتى كابيلو طلع قال له كفاية نكت ويركز في الملعب شوية بتعمل انتدابات عظيمة جدا لياندرو باريديس بوكبا دي ماريا عندك لعيبة كويسة زي كيازة بالمناسبة كيازة دي ماريا بوكبا جازني الأربع مش موجودين مش موجودين في التشكيل بوكبا عشان الكلب على قوة دربة يعني بعضهم لو موجودين ممكن يوفي كان يبقى ليه شكلتين بس هي الفكرة حتى في الدوري لما أنخال دي ماريا كان بيلعب لعب أول ماتشو وبعدين تصاب لما حتى لعب أمخال دي ماريا ما أجل يعني هو فارق عن الباقي بس يعني توظيفه في الملعب مش هو مش قوي لأنه ماسيميانو أليجري هو ماسيميانو أليجري عامل زي زي أنشلوتي مدرسة المدرسة اللي عكس تماما جوارديولا وكلوب اللي هي المدرسة اللي اعتمد اه ادني 11 نجم هوظفهم لك كويس وهلعب بيوم كويس وهكتسح أي حد قدامي ما عنديش القدرة على أن أنا طور وأن أنا أكتشف مواهب من تحت وأن أنا أعيد توظيف اللعيبة أنا 1 زي 1 بيساوي 2 عندي جينارو جاتوزو هيلعب نص ملعب عندي سيدورف هيلعب بوكس تو بوكس عندي شيفا بزبط كده نفس القصة مع ماسيميانو أليجري باختلاف العناصر اللي كانت بتلعب مع ماسيميانو أليجري واحد عنده نجوم هيقدر يلعب كويس ما عندهش نجوم هيلعك اللي حاصل من السيزن اللي فات استمرارا للسيزن الحالي هيستمر فباريس سان جرمان قدر يستغل الفرصة دي طبعا يعني أنا مش متفق مع أستاذ محسن لأنه 4-1 على لايبزيج ده نتيجة تقيلة مفاجأة على شختار 4-1 على لايبزيج لايبزيج واحد من الفرق المميزة جدا في أوروبا لا لايبزيج عامل زي يورجن كلوب وعامل زي بروسيا دورتموند اللي هو اللي بيبيع العيبة كتير وبيكتشف غيرهم وبيظل على نفس المستوات ساليس بورج لايبزيج بالضبط ساليس بورج عشان كده إمبارح لما حتى كنت بتكلم عن مباراة الميلان وأنا مشجل الميلان على فكرة أنا ميلانيستا من 97 مثلا أوكي انت مجيلي الزهبي بالضبط كده وما قبل ده وروي كوستا بالضبط كده أنا ما كنتش متخيل الميلان ممكن يكسب فنتيجة التعادل نحن في الكلشو السنة اللي فاتت يعني معجزة مقدم كرة والسنادي مقدم بس هي الفكرة فيها أنه الميلان مالديني مسارة منكادة ماشي بخطوات ثابتة في فكرة المشروع نحن مش مستعجلين على حصد النتائج نحن ماشي بالمشروع ما بنجيبش صفقات كبيرة بنكتشف لعيبة صغيرة وبنجيب لعيبة براميسنج من بره زي ديكاتيلار سأخذ بالك السنة دي في ريد بود في 1 و 2 من 10 مليار دولار محطوطين على الترميز ما هو قابلهم كان فيه بنك إليت بولسينجر وباولوس كاروني برضو كانوا بيصرفوا كويس بس أنت عندك مشكلة في قواعد اللعب المالي النظيف أنت أصلا مجدول مع الاتحاد الأوروبي عشان ما تقعش تحت مقصالة العقوبات والغرامات والإقصاء الأوروبي فأنت مجدول للحاجات لحد 2024 عشان كده الميلان تم توقيع عليه عقوبة بس هي أقل عقوبة وقعت من الاتحاد الأوروبي على كل الأندال اللي وقع على العقوبة 2 مليون بس فيه 50 وفيه 60 فيه برشلونة موقعش في تحت المقصالة دي في منشستر سيتي لأن العوائب بتاعتهم كانت بتغطي على نفقاتهم الميلان عشان المشروع اللي عمله مع قنون اللعب المالي النظيف والاتحاد الأوروبي وقع عليه 2 مليون فقط وتم جدوله 4 سنين كمان عشان يسوي أوضاعه فالميلان ماشي بنمط كويس احنا مش مستعجلين على النتائج بقدر ما احنا عايزين بس نحس ان الميلان ماشي بخطة ثابتة في فكرة المشروع مش أكتر تمام أقفل امبارح عشان نلحق النهاردة يلا يلا النهاردة الحقيقة عندنا يعني أنا وصفتهم الكلاشين الأهم الكلاشين معارتي اللي عندي بدري اكس في الانجرز فرانكفورت في سبورت انجليش بول مواجهات إلى حد ما يعني متكافأ ممكن نقول 50-50 اكس ممكن تميل سنة فرانكفورت ممكن أو سبورت انجليش بول يعني صعب قوي نحكم عليهم لكن المواجهتين الأهم اللي خلينا نتكلم عليهم أكتر اللي يمكن هيحظوا بأغلب المتابعة والمشاهدة من المصريين ليفربول ونابولي طبعا وبيرن وإنتر شايف المواجهتين شايف نبتدي بليفربول ونابولي طبعا ليفربول ونابولي طبعا كانت قابلوا برضو في المتدور مجموعات السنة اللي قابل اللي فاتت السنة اللي قابلها وليفربول عنده مشكلة في الملعب ملعب مرادون مرانينة ده ما بيكسبش المراتين خسر مرة واحد سفر مرة اتنين حتى في مجمع الأربع مرشات مفهز شاله مرة واحدة فعنده مشكلة شوية مع نابولي كمان للسنة دي المشكلة بفرقة بيخة نابولي وعلى أرضها طبعا الجنوب الإطالي ده قوي برضه وبعدين المدرب لشانو سبالتي كان مدرب صلاح قبل كده في روما فورا مدرب زاكي جدا مدرب شخصته قوي جدا فهيبقى النهاردة مشكلة قدام ليفربول مع مستوى ليفربول السيء اللي هو في فترة اكترية متذبذب كمان عندهم اللي هو المهاجم اللي هو اسمه طويل ده شخيليا ده خفيتش ده حاجة خطر جدا بصراحة احنا يمنا طبعا في الأمر كله أن صلاح وقف عند الهدف 36 في دور الأبطال يعني بقيله 8 أهداف عشان يعادل رقم دروكبة اللي هو كأكتر أفريكو مسجل فيه دور الأبطال أوروبا يعني نتمنى يصال يعني يسجل أكتر والنهاردة لو سجل هدف هيفق مشكلة اللي في يعني انت عدم منسجال الكل قال هو مفنش الموسم اللي فات ولا أروح كان يستحق يعني كان يستحق لقب الشامبيز ليج أكتر من الريال وكان قريب جدا من لقب البريمير ليج فالموسم ما كانش المصال فني كانت فيه مشاكل للبدايات صعبة على رغم أن فيه انتدابات في منتهى القوة بنتكلم على داروين نونيز بنتكلم على لويز دياس صحيح صفقة قديمة لكن يعني أعتقد أنه حالة الانسجام والنطج اكتملت السنة دي أنا فوقت بذر الانسجام الانسجام يعني فوقت نظر الانسجام ما كان يحدث الانسجام زي ما حصل قبل كده أخذ وقت عبل ما حصل الانسجام بين صلاح والستدي وامني وفرمينو لما التلاتة عملوا بالزبط حاجة صعبة جدا المرة دي هيحصل ده بس بعض شوية يعني لسه نونيز جاي دياز جوتا يعني يحصل ده هتشوف ليفربول مختلف عشان كده البدايات يعني رغم أنها سيئة في ليفربول بس حسن برضو في سوق حظ يعني ما تشوف آخر ماتش اللي هم ضد إيفرتون محمد صلاح مضيع في الوقت ضيع كرة يعني خلاص يعني ده سوق طوفي لو كان سجلها كان الموضوع خلص كان كسب وكانت العملية انتعشت لكن هو سوق سوق توفيق بلس عدم الانسجام رحيل ساديو ماني وجود داروين نونيز وجود هالند في الدولة الانجليزي كمنافسة علاقة بالهدف مأثر شوية على محمد صلاح من وجهة نظرك فيما يخص الناحل التهديفية تتكلم على واحد هدف البطولة في كل المواسط نشارك فيه حتى لو بالمشاركة في حد دخل مع مرة صون مرة أوباميانج مرة مشاهمين يبدل عليهم محمد صلاح موجود خلينا أقول هو ليه مأثر مش فكرة انه مأثر في المطلق لأنه الطبيعي أنه ما يبقى مأثر بس الفكرة انضمام هلند طبيعي أنه ما يبقى مأثر بس انضمام هلند جيب مرتبط في نفس اللحظة برحيل ساديو ماني وانضمام داروين نونز ده غير شوية في حاجة ساديو ماني وروبيرتو فرمينو كانوا بيخدموا في الأساس على محمد صلاح محمد صلاح هو الوينج رايد بتاع الفرقة ولكن هو اللي بيقطم على جوه لما روبيرتو فرمينو بيرجع بره المنطقة عشان يلعب دور التسعة ونصف أو البلاي ميكر عشان في خطة 4-3-3 من فيش بلاي ميكر صريح في مشكلتين عندنا في ليفر بول أثروا على النحية التهديفية عند محمد صلاح رقم واحد هي إصابة ياجو الكانتارا في أول مورا في السيزن خطة 4-3-3 وإن كانت لا تعتمد على بلاي ميكر ولكن لازم واحد من ثلاثي الوسط يبقى مميز فيه النحية التمريرية عنده القدرة على تمرير الكرة بشكل كويس ونقل الملعب من نص ملعب الفرقة بتاعته للفرقة المنافسة في أقصر عدد لمسات أو في أقصر وقت ممكن غياب تياجو الكانتارا عن بداية الموسم خلى أنه فيه الكرة ما بتطلعش من نص ملعب سهول وغياب روبيرتو فرمينو عن الخط الهجومي خلى أنه ما فيش صناعة لعب من الجزء الأمامي فبالتالي تحول محمد صلاح من أنه هو المهاجم الوهمي اللي بيخش جوه المنطقة من الوينجليفت الكاتن سايد من الوينجليفت عشان خاطر يبقى هو الجول ماشين بقى هو اللي بيخدم على لويس دياز لسه مش قادر ينساجم شوية مع خطة يورجين كلوب وعشان يفضي لداروين نونيز ليه يفضي لداروين نونيز داروين نونيز عكس روبيرتو فرمينو روبيرتو فرمينو بينزل تحت بيبقى تسعة ونص أو مهاجم محطة أو أن هو بيصنع اللعب داروين نونيز مهاجم صريح داروين نونيز مهاجم وبيميل على الأطراف أكثر بيحب يطرف نفسه فبالتالي لما بيطرف نفسه بيقفل على حد من الجنبين فبالتالي بتلاقي فيه جبهة عطلانة فبالتالي محمد صلاح بيفضيله المساحة ويتحول هو إلى المهاجم الوهمي أو التسعة ونص اللي هو مكان روبيرتو فرمينو فده بالتالي محمد صلاح أكتر لاعب مساهم بكي باس في الدورة الإنجليزي المسم ده فعدد مطشاط قليل جداً بواحد وعشرين كي باس ده لو لو دل على شيء فيدل على تغير الدور بتاع محمد صلاح اللي بيقوم بيه في الملعب بس كده هيحلوها إزاي وتوقعاتكم إيه لمواجهة نابولي النهاردة خلينا أسمع رأيكم وردوكم بس اسمحونا نروح لفاصل هنستعرض معكم بسرعة جداً ومع ضيوفنا طبعاً مطشاط النهاردة زي ما قلت لكم آيكس ورينجلز وفرانكفورت وسبورتينجيشونا سبعة إلى ربع بتوقيتنا طبعاً الكلام ده بعد كده في تسعة بالليل هيبقى فيه عندي نابولي في مواجهة ليفر بول أتلاتكم مادريد في مواجهة بورتو كلاب بروغ في مواجهة ليفر كوزن برشلونة في مواجهة بيلزن انتر في مواجهة بايرن وتوتنا في مواجهة مارسيليا الفرنسي هتتابع أيه النهاردة أستاذ محصن أكيد ليفربور رقم واحد بس هنقلب على الانتر والباير مواجهة لا تقبل بخير بيقول لك انتر نهاردة راح يشيل ايه هو ده يعني هو مشروعي ده البايرن اللي جايله البايرن يعني نابولي المراتي معلش هاخون قلبي شوية عشان خاطر محمد صلاح اكيدت شوف كرة في التسعينات اه بزرعة اه تسعينات اصر ايطالياني ايطالي اتسعينات اه وحضرت العصر الذهب بتعنيلا وتتوجنا ب2003 و2007 وتتوجنا بالدور الايطالي 2004 و2011 فيعني عصرت فترة للميلا كده مش قادر مش قادر عنها مش قادر تخلى عن حب للمنتخب ايطالي عمتا زي ما حصل مع اليونيتد برضو مع اليكس فيليكسن في فترة من الفترات في انجلترا كان هو يعني الملك المتوق يعني كان ليفر بول معدي وبعدين هو قدر يعدي ليفر بول ويوصل لعشرين دوري كان ليفر بول سبت عام 18 وقال لهم شكرا حصلوني بقى بس جاي في سنة المعني نسا كنا من التكلم بقول كان نفس اشوف نسخة تنهج في السنة بعد التصبيت اللي حصل اول مرة تشعر ان التصبيت جات صح سبحان الله بعد اول اسبوعين تشعر ان يونايتد هيهبط مثلا من النتيجة مغلوب اتنين على ارضه ويطلع برد غلب من برينتفوردة 4-0 في اول نصف ساعة مش في المباراة كلها مباراة من طرف واحد خياب يغلط الدنيا ضائعة خالص تشعر انهم ضائعين سبحان الله الماتش التالتة كله كان متوقم على انهيار ده ان ليفربول هو اللي يكسب وخصان الماتش دي على نفس الملعب من كذا شهر ليفربول كسب خمسة مع الرقفة خمسة صفر مع الرقفة المرة دي لا ده هو يونايتد هو اللي كسب اتنين واحد قدر يستعيد الثقة وانه ممكن تكون استغل ظروف ليفربول السيئة في فترة كرة لكن هو اكتسح بصراحة وجي مع انا المباراة دي ما نيوقف الآخر ده طالع اليونايت ارسل اه بالظبط كانش خسر خالص والتاني كان من بعض الهزيمتين ما فقدش نقطة فهو اثبت انه هو فريق قوي وبصراحة ده حلو للكرة الانجليزية لانه ده درب بالأساسي يعني اصد ده عنصر أساسي التانيين شوية عنديت المال حاجات زي كده لكن الاساس بتاعهم النادي الاغنى على مستوى انجلترا وعلى مستوى العالم من اكبر الاندية لحية القدرة الاقتصادية والحقيقة الناس ما استخسرتش يعني نشوفنا صفقات على مدار عشر سنين ولا اتناشر سنة اتصرف عليها مبالغ طائلة ولكن وعدد كبير جدا من المديرين الفنيين والنجوم جم ومحدش فيهم قدر يعمل حاجة السنة دي انا مراهن على انتوني انا عندي رد فيما يخص الموضوع ده لان انا من ضمن اسباب اعجابي منشاستر يونايتد السنة دي هو الصرف الذاكي اللي صرفوه وما صرفوه كتير جدا ما عنديش مشكلة اتا جايبين انتوني الواحد ب95 مليون فما عنديش مشكلة في الصرف انا عندي مشكلة في ان انت تصرف على مجواير 85 مليون وهو يعني اقل مدافع فقل دوري في العالم يلعب عليه اساسي السنة دي منشاستر يونايتد والجليزرز اللي هما ملاكل نادي صرفوا بذكاء ليه صرفوا بذكاء شافوا احتياجاتهم فين وقووها عندك مشكلة في خط النص جبت كاسيميرو عندك مشكلة في البلاي ميكينج ما عندكش بلاي ميكينج صريح يعرف يدور العملية فجبت اريكسن اي نعم هو فري ترانسفير بس في النهاية هو اريكسن قيمة جميلة جدا بالضبط كده سدلك الحتة دي ويبقى هو روتيشن كويس مع برونو فرنانش عندك مشكلة في الوينجج رايت فجبت انتني واحد من اميز اللعيبة او اكتر رعيبة السكوترز كانوا بيتكلموا عليها في المواسم اللي فاتت انتني نزل من الطيارة رعب ماتش ارسن جاب جون وكان واحد من احسن اللعيبة في الملعب واللي اتفرج على الماتش يقولك ده من نشيئين منشستر يونيتد بيلعب بقلبه بجرينتا ومش طبيعي فالفكرة الحقيقية الميزة السنة في الصرف المبالغ فيه او مش المبالغ فيه انه كان ذكي الصرف الكبير اللي صرف في منشستر يونيتد كان على عكس المواسم اللي فاتت انه صرف في الاماكن اللي هو محتاجة مش بروح اجيب بول بوكبا وانا عندي اصلا لعيبة في خط النص كتير ب120 مليون وانا مش محتاجه لمجرد ان اسمه بول بوكبا لا انا بشوف اللعيبة اللي انا محتاجها بالامكانيات اللي انا محتاجها وده دور ايريك تنهاج عشان كده اللي كنت بتقوله في الاف اير ان احنا كان نفسنا نشوف منشستر يونيتد في الشامبينز ليج السنة دي هو مية في المية صح بس انا كنت يعني السيتيويشن اللي حاصل ده من وجه نظر هو سيتيويشن كويس عشان ياخد فترة كويسة في الاعداد لو راح وطلح حصلة مجنوعة باللعيبة الكبار نحن مش بنلعب لعيبة شباب ما بنلعبش لعيبة تحت السن نحن بنلعب لعيبة كبار كاسيميرو رونالدو انتني مارثيال برونو فرنانديش ايريكسن لو راحوا لعبوا وطلعوا حصلة المنتاليتي بتاعتهم هتقع شوية فلأ نلعب نلعب يوروبا ليج نقدب كويس وننافس لحد آخر البطولة والنفس على الدوري وناخدها بفكرة المشروع اللي كنت لسه بتكلم عنه مع المينا من شوية بالإضافة حاجة مهمة أضيفها لكلام سخالد انه هو ما فيش غضادة من كريستانو رونالدو وقاعد على دكت البدلاء يعني السلفات تشوفنا كتير بس بداية الموسم كان يابل فيه تنشانة وطوتر بس شكرا من ساعة مع اكتشف انه هو خلاص لبس وقاعد قاعد وتنهج على ان نحن محتاجينه في مشروعنا وهو قاعد على دكت البدلاء بدلين هو سقف لانتوني في الهدف اللي سجله وكان بديل لي يعني وابتدين نسوف وقف على الخط بشكل مختلف يعني زي ما بيواقف على الخط في مطشاط منتخب كورتوها صحيح فخلاص هو يعني سلم ان ده خلاص يعني ليست الإمكان أفضل من المكان فخلينا حلوين مع بعض وعندي أمل سنة جاء نخش مربع زهبي فارجع تاني بطول الدور العبطال قدر أسجل لي خمس ستة أهداف يعلوني أكتر في مطشاط النهاردة في فرق عندها وخلينا نتفق انه يعني عرغم بشوف الموسم ده الأقوى من حس الميركاتو على مستوى أنديت أوروبا بشكل عام بشتونا طبعا بشتونا عمل ميركاتو كويس سيدي عمل غريب ميركاتو رائع يعني كل الأندية أرسن عامل ميركاتو محترم جدا وأرسن السنة دي ما عرتبت أنا شاهف أنه ليه شكل مختلق يعني وعمل ميركاتو ذكي مش قطر من أنه برضو فكرة الاحتياجات صح متفق معاك جدا في ده لكن يبدو أنه عدد كبير من الفرقة أو عدد كبير من الفرقة كبيرة بتعاني إزاي بتشوفوا تأثير ده على مطشاط شامبيونز ليج وعايز أسمع رأيكو في مطشاط النهاردة كتوقعات أو كإراءة للسيناريوهات مختلفة فتوتنهم ومرسيليا أستاذ محسن مطشق قوي جدا على فكرة يعني ممكن تكون هي مش مصنفة فرقة مواحد لكن تسوف فيها كرة لا لا فها كرة توتنهم فريق غتت بالمعنى الحرف للكلمة يمكن هو مش الأول التاني تقريبا في الدور الإنجليزي مارسيليا الأول أو التاني صحيح في الدور الفرنسي فريق قوي جدا النادي الفرنسي الوحيد اللي حصل على دور أبطال أوروبا فدي برضو برضو بتتديله التاريخ برضو بيتديله في المعنى فعشان كده ماتش أموم جدا ممكن ما يكونش حد ياخد باله منها طبعا في وجود بقى ليفر ونابولي انتر وبايرن بارشلونا ومعارش مين بيلزن لكن الماتش ده مهم الماتش ده قوي جدا يعني حظنا سيئ ان الماتشات دي كلها في وقت واحد لكن الماتش ده اللي هو الوحد يتشاف حتى على ماتشات أخرى بصراحة أنا على فكرة أكيدا على كلام أستاذ محسن أنا تاتونام كانت الفرق الأولى اللي عايز السيزن يبدأ عشان اتفرج عليها عشان انتدابات جاب ريت شارلسون جاب كولاسوفاسكي عنده أصلا جاب بنت نكور عنده أصلا لوكاس مورا وعنده هينم وعنده هاري كين جاب عدد من الانتدابات العظيمة جدا فأنا كنت عارف عايز السيزن يبدأ بقى عشان عايزة أتفرج علي تاتونام في المقابل أو بالضبط كده فأنا متوقع أكيد ماتش هيبقى كويس بس متوقع أنه تاتونام هو اللي يكون ليه الغالة بيانة وتاتونام ولا مارسيليا من وجهة نظر تاتونام طبعا بايرن والإنتر بايرن والإنتر خالد أعلن عن بايرن أتمنى إنتر أتوقع بايرن هو يتميل شوية للتعادل الملعب المباراة في الجزيبير لكن هي تميل قليلا للإنتر إذا أراد أنه يصلح جماهيره بعد شوية العصارات اللي عنده الإنتر الموسم الأخير لم أرى حاجة لسنة دي لكن الموسم الأخير شفت ماتش نهائي الكاسل اللي كان بينه بين يوفينتس فرقة بتلعب كورة بصراءة فكرني بالإنتر بتاع الزمان بتاع أدريانو وريكوبا ونجوم وزاناتي وكمبياسو وستانكوفيتش هم استحقوا الدور الإطالي السنة اللي قبل الفاتت لكن السنة اللي قبل الفاتت طبعا يستحق الميلان حتى لو كانوا بيتطردوا لقطت الفر لحد آخر ماتش أو لحد تقريبا نقطتين أنا ما أتذكر السنة اللي قبل الفاتت الميلان خاد بفرق بسيط وفيرون ده اللي كنت اسم لكنه السنة دي عنده الإنتر تحس أنه عنده مشاكل في الدفاع حتى المباراة الأخيرة يدرب الغضب مع ميلان هو اللي تقدم على الميلان وفي النهاية الميلان عمل عليه رومونتاد لا يسب هدف ولا باتنين لكن بتلاتة وقدر يحسب المباراة اللي صلت على فكرة عملناها السنة اللي فاتت برضو برضو كان متقدم علينا وجهز بنات نين برضو برسلونة وفنزل طبعا مواجهة تبدو محسومة مقدمة برسلونة السنة دي برضو طبعا أعتقد مرصح لمنافسة أكيد أو من بالغ لما نقول لا 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 مش بنبالغ ليفندو فيسكي مع بقية المجموعة لا لا رفينيا برضو رفينيا لا لا واضح أن هما السدور الأسباني يعني مش قادرت حكم عليه أولا أنه هو بصراحة فرقتين ريال مدرية دو برسلونة وعندتكم بعضهم بشيء وفي الأخر تحكم عليهم في دور الأبطال ده دور مصري يعني أنا للأسف بحس أنه بس برضو لسه ما قادرش حكم عليهم في مواجهة بلزن لا ولا في بلزن هذا الأعلى في الجولات اللي جاية تساوي عن مسكواد يعني لما تقول أن فرانك سي بيلعب بديل بلعب خط وسط بديل هو راح فيه ترانسفير طبعا من الميلان وكان من أهم من جوم الميلان صحيح تقول أنه هو رايح بيلعب بديل خط الوسط هتفهم أن المسكواد بتاع برشلونة قويس صحيح يعني برسا برسا طبعا برسا طبعا كوزن في مواجهة كلاب روغ لفركوزن لفركوزن كليلا برضو بورتو في مواجهة أتلتكو مواجهة ممكن يبقى فيها كورة متكافلة لنهارة كورة لا أتلتكو مادريد ما فيها كورة عشان ديجو سيميوني عشان ديجو سيميوني وعشان المنتالت اللي بيز الحف اللعيب هو يبقى فيها ضرب ويبقى فيها جاري كتير ويبقى فيها معدلات بدنية عالية جدا بسء ذلك ولا نشوفها أو entend 괜찮아 يعني اقرب للتعامل يعني حصل مواطنه طوامس تخل او صعب سوية تحصل اتعاشى منه كل حاجة لها تخل جاب شامبينز ليج برد انا ده سؤالنا للرجل يعني جاب شامبينز ليج من فرقة جاب شامبينز ليج ومكانش حد مستنيها منه بالضبط عمل من الفسيخ شرباط في الفرقة ده مستلم فريقة من لمبارد عندها مشاكل كتيرة جدا وفاربع شهور وفاربع شهور خد هم مشروع عشان دي عملوا مع تشيلسي بدون محد بدون اي ضغوط يعني بالترتيب تقريبا اناي امري بعد توماس طاخل بعد بوشتينو وثلاثة مدربين يجي بعدهم كريستوف جالتيه هل كريستوف جالتيه شخصيته قوية قادر يقود سباك مش شخصية بس سباك ما قط اللبس والسيطرة لانها تفضل فيها يعني خد بالك معاني لو سيطر على دي خلاص مع 11 نجد يعني يعني ما هذه المشكلة اللي قدر يحلها تنهاج او مش قدر يحلها واضح انه حللها بدليل انه مفيش دزمر من واحد زي كارسونولدو لانه قعد على ديكتب ودلاء وخلاص لكن ونجح في ده لكن جالتيه في يعني كان حتى كان ليت عليه على القرى الشهيرة بتاعت مبابي مرداش يديها لنيمار وكان منفرد تماما قال عنده هواس الاهداف يعني دخل خلاص جاب جنين ومفروض منتظرين التالت فهو كان عايز يجيب التالت فجا في نحن يعني قال كده فهوس الاهداف يعني كان رد بصراحة منه كويس اعتقد انه بس يحل المشكلة بتاعت نيمار ومبابي شوية عشان يعني الفرقة ممكن تنافس وتنافس بقوة على دور الابطاء يقدر يقود البي اش جي يقدر يقود لحد دوقت فكرة جالتيه سريعا جدا انه المدير الفني حاجة من الاتنين ياما شخصية عادية بس فنيا عالي قوي ياما فنيا عادي زي انشلوتي مثلا بشخصية قوية وزاكي في الملعب والتيكتيكي الى اقصى درجة يتكلم عنك جالتيه بوتيتشينو مثلا مع تاتنام معاه مهارات بس انشلو نجوم صف اول فقادي بيسيطر عليهم راح باريس سان جرمان يتفضح جالتيه الميزة اللي فيه انه هو عنده قوة شخصية وبيقدر يكسب دوري فرنسي مع ليل في منافسة باريس سان جرمان السيزن القبل اللي فات يكسب دوري فرنسي مع ليل الفرنسي فده يعني هو عنده وعنده قوة الشخصية الاثنين دولارت لما اتجمعوا في مدرب خلاص وماذا يقال بعد كل ما قيل عشان كان متوقع له النجاح مع باريس سان جرمان من ماتشاط النهاردة بعيدا عن الفرق وفرص كل منها في حسم المهاجهة انا احب بسي ساعات في قوقات كتير جدا لما اشوف فرق حتى لو مش بشجحها بس اشوف فيها لعيب حالو احب تفرج عليه احب تابعه مين اللي ترشحوا للتقلق ممكن يبقى من نسبة الجماهير مش نجم شباك يعني يعني مش إرلينج هلند مش ليفاندوفسكي مش ماتشاط النهاردة ماتشاط النهاردة اه للأسف للأسف انا اتوقع خفيتشا اه اه اتوقع لك عشان ما اراش اسمه خفيتشا نابولي اه انا يعني كل حاجة لها بداية ليفر بول بيعاني مع ديو جو أرماندو ماردونا ستيديم بس كل حاجة لها بداية فان شاء الله النهاردة محمد صلاح وليفر بولي يقدروا يحسابوا الماتش بس انا متوقع تقلق غير طبيعي من خفيتشا ان هو العيد مميز جدا 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 وجمهوره شارس على ملعبهم وجمهوره شارس جدا جمهور نابولي على ملعبهم مش مش طبيعيين ومن وجهة ناصر والستاذ محسن هي نفس القصة انا سوما على مطبس للأسماء انت متفقين على لا خالص لا ما اتفقناش بس احنا متفقين في الرأي انا برضو لازم اقول انه برشلونة النهاردة متوقع انه 3 تربع لعيبته ليفا طبعا متوقع انه هو يتقلق رافينا متوقع انه يتقلق لان هم عندهم الكواليتي اللي يسمح لهم والمنافس فرصة لستعرض العضارات عندهم فرصة انه هو يستعرض استعرض عضارات فرصة لستعرض العضارات والضحية بالزل ان شاء الله نقدر نقول من المطشات مبارح والمطشات اللي هتتلاعب النهاردة البدايات تؤدي للنهايات ولا من الممكن أن واحدة من الفرق دي تكون مفجأة أو على أقل خلينا نقول حسان أسود يعني إن بارح شوفنا دورتموند الحقيقة لعب ماتش كويس جدا أعتقد بارح جود بيلينجهام سجل أولاد ده أنا بقول لسي يعني مش هيكمل في دورتموند هو بالمناسبة هو أصغر لاعب يلعب في تاريخ كأس العالم مع متخب الملترة في مين تتوقع يكون حسان أسود للبطولة يعني مش هزم يفوز أو يحقق اللقب لكن على أقل شايفينه ممكن يبقى مقدم شكل مختلف فوجة نظر أنا ممكن تتنهم يعني ممكن تتنهم يتكرر الموسم اللي هو من سنتين تقريبا لما وصل للنهاية بس طبعا ماعتقدش يصل للنهاية بس كويس نوصل نهاية عشان دي نوس خلي خده لي بقول بزرق فعلا لكن ممكن يقدس سنة دي لأنه فريق قوي بصراحة صحيح بوس أنا مش قادر أقول دلوقت لأنه الفرق كتير جدا المتوقع اليوم أنا طبعا تتنم مش حسان أسود هو وصيف دوري أبطال أوروبا 2020 ووصيف دوري إنجليزي 2019 فمقدرش أقول أنه هو ممكن يبقى حسان أسود لأنه لو تأهل أو وصل إلى المراحل النهاية هذا شيء طبيعي بس يعني فيه فرق كتير جدا ممكن أقول فرانكفورت ممكن ميلا ممكن يبقى حسان أسود مش نظرا لتاريخ ميلا ولكن نظرا لوضع ميلا الحالي فالتأهل ميلا أو وصوله إلى الأدوار اللي بعد كده ده في حد ذاته ممكن يكون مفجأة ممكن يكون حسان أسود لايبزيك طبعا مرشح كل عادة أنه هو يبقى حسان أسود لأ عدد كبير دورتموند ممكن يوصل فيه عدد كبير قوي يعني إحنا محتاجين بس نعدي جولتين تلاتة كده وبعدين نبدأ نتكل نحن مش عايزين يعدوا لأنه نستمتع بصلاح مية في المية مية في المية وهي دعوة للاستمتاع كارنفال كوراوي يختار منه الوجبة اللي تناسب زوءك والنهاردة أعتقد أن المصريين عشان صلاح بيلعب أغلبهم هيتابع الليفر ونابولي كل التوفيق لنجمنا المصري إن شاء الله ليفر بولي يقدر وقادر على أنه يستعيد توازنه أعتقد أن عودة ياجوة الكانتورا هترجع كتير من ديناميكية وتنظيم ليفر في الملعب لكن إن شاء الله الأهم بالنسبة أنه صلاح والليفر يعدوا النهاردة من موقعات نابوليو بعد كده لكل مقام المقال نورتونا النهاردة في السادسة واستمتعنا بيكم بشكركم شكرا جزيلا أستاذ محسن لاملوم وأستاذ خالد عامر وإن شاء الله بإذن الله لقاءات تتكرر استمتعنا بيكم إن شاء الله نشوفكم قريف السادسة مرة تانية بشكر حضراتكم على المتابعة واستمتعوا بوجبة كروية ممتعة وعدة سما النهاردة وعلى كل خير نتقابل إن شاء الله مع عبدات الأسبوع اللي جاي تحياتي لكم